طبعا عندنا مشاكل كتير قوي في حضرتك النهاردة باية كده هنعتبر نفسنا عاديم في العيادة وعايزين نحلل مشاكلنا بحب انا الحتة منك دي بتاعة العيادة لايف ومباشر وهنخش في مشاكل على طول لايف ومباشر وهنعرض مشاكلنا قدامك وهو يا جماعة الهوى واتقول لنا الحلول شارح بنكسل نروح العيادة فانت دراتي معنا في العيادة اكيد ان شاء الله طيب تمام اول حاجة احنا دايما في حياتنا العاطفية عندنا مشاكل كتير وطبعا مشاكل كلها انا بحب لقدامي ما بيش قادر يديني الحب طب احنا الاتنين كنا كواسين جدا واسنين جواز يا دكتور وبعد كيها اطلقنا طب ازاي انا فجأة اكتشفت ان مش بيسدي الاحتياجاتي فبرضو حتة الاحتياجات دي بتادي تنسبة عندها وعي والستات باحتياجاتها مشاكل كتير بس هنعرض مشكلة مشكلة اكيد اكيد انا كايمان حاسة ان الستات ما تتريقوش دي حقيقة ان احنا بقينا اسكى وبقينا وعيين اكتر للراجل فاي حركة بيعملها ببقى رياها فبحس هل الزكاء الزيادة ده هو اللي بقى يخرب العلاقات وعسط زي ما اقولك دي سازجة دي مش فاهمة لا احنا بقينا فاهمين زيادة اوي اوي عن اللزوم تمام فهل عشان احنا فاهمين زيادة عن اللزوم فبقينا مش صعدة بقينا فاهمين كل حاجة هو بطبيعة الستة طبعا زي ما انت عارفة ان هي عاطفية اكتر فطول الوقت هي بتركز على العاطفة والعاطفة بتخليها بتبقى عاوزة تفهم وتتعامل مع كل حاجة فهو ده صح بس زي ما حضرتك بتقولي هل اللي انا هستخدمه بقى يفيدني ولا هيدرني هو الزكاء العاطفي السمة او المنفعة الكبيرة منه ان انا اقدر افهم نفسي ووطفي ومشاعري وتعامل معها واقدر افهم مشاعر الاخرين وتعامل معهم في المواقف اللي زي كده فالاساس منه ان هو يضيف لحياتي لمزيد من التقدم مزيد من المتعة مزيد من الاستقرار من النطج النفسي من الحياة الاجتماعية المستقرة العلاقات الصحية ده القصة الاكبر لكن هل انا هكتفي بوجهة نظر اذا ما انت بتقولي انا شايف كل الحاجة صح فهل الشخص دايما اللي بيشكر في نفسه وشايف ان هو زكي هل ده من سمات الناس اللي عندهم زكاء عاطفي مثلا ولا الناس اللي عندهم زكاء عاطفي هو ما بيقش وقدم بالهم ان هم اسكاء بالفطرة فهو في الحقيقة فعلا الناس الاسكاء في الغالب هو بقى متواضع وهادف اطباعه يعني دايما ما بيتكلمش عن زكاءه لان هو صغطه في نفسه نتيجة قدرته على الحال المشكلات والانفعالات بيتخليه مش محتاج ان هو يتكلم عن نفسه لكن هي فكرة التحقيق والتدقيق اللي حضرتك ذكرتيها ان انا كل حاجة قادرة قاعدة افسرها وعملها من وجهة نظرنا ومن تحليلي انا فهل انا بستخدم في التحليل او في الادراك انتباعات الشخصية ولا الاخر لا طبعا انتباعات الشخصية يعني في اللحظة دي لو كدب او حور مثلا تب انا في الاشباك بقى على طول المصنع يشتغل ايوة ما اللي قبليه كان بيقول اعمل كذا ويسوي كذا فلا انت بتحور فخلاص فانا بستخدم زاكرتي وبستخدم مشاعري الخبرة الخبرة بتاعتي ايو مش بتاعت الشخص اللي قدامي خالص وعشان كده اهمية الزكاية العاطفي كمان في التواصل الفعال اننا الاستماع الفعال اننا هسمع لك يعني انت ازعلان عشان كذا اللي مدايقك في الموقف ده كذا اللي جي في دماغك انه لما ده حصل اتكون جواك فكرة بتقولك كذا فانا بدأت استاني تجوافهم هو ليه تصرف كده واللي يسوي لكه كده وليه اللي انزعاج الشديد او الفرح الشديد اللي هو حاسس به فاذا انا بحاول اعمل طول الوقت محملية فهم وتحليل للمشاعر علشان اقدر اوظفها بصورة ايجابية في التعامل مع الاخرين وهو ده قمة الزكاء العاطفي او الزكاء الاجتماعي